اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله ومشاهدين الكرام من جديد في برنامجكم أدب الفرائض سعداء بلقائكم من جديد ومع حلقات هذا البرنامج في أيام هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك ونصر الله عز وجل أن يتقبل مننا ومنكم الصيام والقيام وصالح العمال إذن معكم من جديد إن شاء الله في حلقات هذا البرنامج ورحب من جديد بضيفي الفاضل الشيخ مرزوق العازمي الإمام والخطيب في وزارة لقاف حياكم الله الشيخ مرزوق حياكم الله من جديد مرحبتين شيخ مرزوق مكملين معك في هذا البرنامج ومع مواضيعنا حقيقة التي إن شاء الله تكون مفيدة لحبها ومشاهدين الكرام وصلنا إلى كيفية التعامل والأدب مع أسماء الله عز وجل وصفاته اسم الله الرحمن هذا الاسم الشيخ مرزوق يتكرر كثيرا في حياتنا في يومنا وحتى في صلاتنا نقرأه في صورة الفاتحة فودنا نعرف كيفية التأدب مع هذا الاسم الذي قد نقوله ولا نستشعر ولا نعرف معناه شاء مرزوق زاك الله خير الحمد لله رب العالمين وصله وصله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه المعين اللهم صلح اسم الله سبحانه وتعالى الرحمن هو رحمن الدنيا والآخرة جل جل وعظم السلطانه وهم اسمان يدلاني على الصفة واحدة نحن نأخذ الأسماء و شيء من الصفات فالرحمن و الرحيم يدلاني على صفة الرحمن لا شك الرحمن ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء رحمة الإنسان رحمة الحيوان رحمة الجان رحمة المسلم والكافر رحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء كما قال ربنا جل وعلا و رحمتي وسعت كل شيء أما الرحيم فهو اسم خاص بالمؤمنين لذلك الرحيم نعم نعم noget و الرحيم لذلك قال ربنا سبحانه و تعالى و كان بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا خاصة للمؤمنين و المسلمين الإيمان و الإسلام إذا إجتمع تفرق و إذا تفرق اجتماع يعني إذا ذكر الرحمن و الرحيم أو الإسلام و الإيمان إذا ذكر بالمقابلين تفرق في المعنى أما إذا ذكر الواحد لوحده فيشمل المعنية فقال و كان بِالْمُؤْمِنينَ رَحِيمًا يعني بِالْمُؤْمِنِينَ و المسلمين رحيمة يعني ذو الرحمة الرحيم ذو الرحمة الواصلة لعباده المؤمنين مختصة نعم لعبادة للمؤمنين أما الرحمن فهو أوسع من هذا فرحمته سبحانه وتعالى يتراحم فيها الخلق كلهم صغيرهم و كبيرهم حتى الحيوان يرحم بعضه وبعض يرحم ابنه و كذا نعم اسم الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم يدل على صفته جل وعلا صفة الرحمة و هذه الصفة لا شك أنها تليق بجلال الله سبحانه وتعالى و لله الأسماء الحسنى و الصفات العلاء ليس كمثل شيء وهو السميع البصير و قال نبينا صلى الله عليه وسلم الرحمون يرحمهم من قال الرحمن ثم فسر قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء لا شك أن الاسم هذا نحن نتداولها أخوه بوعبيد في ترقاء أنفسنا أن تجد في نفسك ترحم أولادك ترحم أمك و ضعفها ترحم أبيك و في كبر سنة و ضعفها ترحم أخوانك الصغار هذه الرحمة التي تجدها أنت في نفسك فالله سبحانه وتعالى له الرحمة تليق بجلاله و عظم السلطان لذلك هذه الصفة يجب أن نطبقها و هذا الاسم نجب أن تعبد الله سبحانه وتعالى به و أن نعيشه في واقعنا الحاضر فلا تظلم الإنسان و لا تظلم لك السلطة عليه بل يرحمهم لا تظلم الخدم مثلا في هذا الشهر المبارك تحملهم ما لا طاقة لهم به بل يرحمهم كذلك الأولاد الصغار لا تظلمهم بل يرحمهم نحن نحن نطبق هذه الرحمة فيما يبين نحن البشر كيف نستشعر من رابط بينه و بينك كون الله عزيزه الرحمن حينما البشر يطبقون هذا المفهم على الرواقع من رابط بينهما؟ الرابط تشابه المعاني و المعنى معقولة لنا نحن نعرف ما هو معنى الرحمة لكن كيفية الصفة مثل ما تكلمنا في حلقات سابقة كيفية الصفة هذه نجهل كيفيتها نعم يعني شكلها و طريقتها لكن المعنى الرحمة واضح واضح عندنا كلنا لو تسأل الأميين الذين لا يقرؤون و لا يكتبون ما يعني لو تسأل وحدة من العجايز مثلا و تقولها يا أمي ما معنى الوالد يرحم ورده يعني تعطف عليه و كلا لكن هذه الصفة في المخلوق هي صفة العطف و الميلان و ضعف القلب هذه الصفة في المخلوق صحيح أما صفات الخالق سبحانه و تعالى تليق بجلاله لا شك كما قال الله جل وعلا هل تعلم له سمية و قال ربنا سبحانه و تعالى و لم يكن له كفوا أحد يعني ليس له مماثل و لا شبيه و لا ند جل جلاله و عظم السلطان نعم أيضا إذا استشعرنا الدعاء أخوي بعبيد في دعاءنا مثلا لما ذكرنا أن الإنسان يذكر الاسم ثم يأتي بمطلوبه الذي يوافق الاسم اللهم يا رحمان رحمني إذا نزل فينا مرض اللهم يا رحمان رحم ضعفي يا رحمان رحمني في الدنيا و الآخرة هذا يزيد الإنسان إيمانا يزيد راحة بال و طمأنينة لا شك شكرا مزوك فاصل و أرجع معك إن شاء الله أحبتنا فاصل و أرجع لكم في أدب الفرعب أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد رجعنا معكم في أدب الفرعب و رحم من جديد بضيفي الفاضل شيخ مرزوق العازمي حيك الله شيخ مرزوق شيخ مرزوق قبل الفاصل توقفنا عند الدعاء دعاء الله عز وجل بأسماء و صفاته و ذكرت أن ما يناسب اسم الرحمن أن تدعو الله عز وجل في مقام تطلب فيه الرحمة من الله عز وجل فنتكلم عن استشعار العبد لهذا الاسم من عكاسه على العبد شيخ مرزوق الرحمن نعم نذكر بعض الأسماء و الحسن و الصفات العليا ثم نذكر إذا طبقها الإنسان بنفسه لا يستشعر و لا شك أنها ترمي به إلى بر الأمان و بر طمعنينه و بره و تغير سلوكه و تغير سلوكه لما يستشعر الإنسان يرحم من هو تحته يرجو رحمة الله صحيح مثل ما حصل ليوسف عليه الصلاة و السلام لما ذوه إخوانه و رموه في الجب و السجن بعده و كذا و كذا ما حصل له من مشاكل كثيرة جدا نعم ثم قال في آخر الأمور قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم و هو أرحم و رحمه صحيح صحيح كيف الصفات التي استشعرها يوسف عليه الصلاة و السلام مع أنهم رموه في البئر صحيح حرموه من أمه و أبيه حرموه من إخوانه سجن بسببهم عمل معه كعبد مملوك و تأذى أذية كثيرة لكن لما تمكن عليه الصلاة و السلام من إخوانه قال لا تثريب عليكم اليوم يعني لا عتب و لا لوم حتى في الكلام الله أكرر قال يغفر الله لكم استعمل الصفة المغفرة لله سبحانه و تعالى قال يغفر الله لكم و هو أرحم الراحمين و كلام الله عز وجل نعم و جاب صفة الرحمة و ذكر اسم الله سبحانه و تعالى أرحم الراحمين إذا تأمل الإنسان أن هذه رحمة المخلوق يوسف عليه الصلاة و السلام مع ما أذوه إخوانه فيه و عفو المخلوق يوسف عليه الصلاة و السلام مع ما حصل له من إخوانه كيف بيعفو الخالق جل جل و أعظم السفر كيف برحمة الخالق سبحانه و تعالى كيف بمغفرة الخالق سبحانه و تعالى معطي الكمال أولى به يعني الله لما أعطى الإنسان يوسف مثلا صفة المغفرة صفة العفو الله سبحانه و تعالى الذي أعطاه و هو يتصف بهذه الصفات فله الكمال الأعلى جل جلاله و له المثل الأعلى كما قال ربنا سبحانه و تعالى إذن شيخ مرزوق رحمة الله عز و جل الإنسان إذا قرأ في هذا الاسم يقول يحسن الظن بالله عز و جل بكثرة رحمته و أنه واسعة و أنه إنسان يطمع بهذه الرحمة نعم لا شك لا شك يطمع في هذه الرحمة أيضا و يطمع بأن الله يقبل منه أعماله و نحن في هذا الشهر المبارك كما قال ربنا سبحانه و تعالى في الحديث القدسي الذي رواه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه قال أنا عند حسن ظن عبدي بي إن خيرا فخير و إن شرا فشر فلا يأخذ الإنسان الخطايا والذنوب إلى اليأس من رحمة الله عز وجل و يقول أن الله لن يغفر لي أو مثل ما نشاهد في بعض المسلمين يسأل الله أن يصلحا لهم و هذا لا شك أنه من سؤال الأدب يقول نحن دخلين النار دخلين النار خلاص نفعل من معاصر والذنوب هذا سؤال الأدب و هذا يأس من رحمة الله و كما قال يعقوب والد يوسف عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون نسأل الله السلام والعافية لكن الإنسان يطمع بأن الله يقبل منه أعمالها على التقصير الذي يريد منها و يطمع الإنسان أن الله يرحمه برحمته في الدنيا و في الآخرة و يدخله الجنة و الجنة هي رحمة الله يدخلها من شاء من عباده و يمنع منها من شاء من عباده كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم منبها لتنبيه جميل جدا منه صلى الله عليه وسلم و هو المعلم الأول قال للصحابة رضي الله عنه ذات يوم قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله رحمة الله عز وجل قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة الله فكلنا ندخل للجنة برحمة الرحمن سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم إذن نقول لك زاك الله خير شيخ مرزوق وصلنا معك ختم هذه الحلقة ونسرع أسجل إن شاء الله إن رحمنا برحمته ويغفر لنا تقسيرنا في كل أمورنا زاك الله خير وبرك الله أيضا شكر موصول لكم وحبتنا على هذا المتابعة انتظرونا إن شاء الله وتابعونا في حلقة مقبلة من أدب الفراغ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر